اشتركوا في القناة تأتي تنفيذاً لتوجيهات السامية من جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم وأشار المبارك إلى أن وفقاً للقانون البلديات تم تخفيض الرسوم البلدية عن 329 أسر بحرينية والإعفاء من الرسوم البلدية عن أربع أسر بحرينية خلال شهر يوليو 2022 وأضف أنه بناء على توجيهات سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء فإن وزارة شؤون الشئ البلديات والزراعة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية عليهم كما أكد سعادة الوزير المبارك على استمرارية التنسيق بين شؤون البلديات وإدارة خدمات المشتركين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذاً للقرارات الوزرية في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر